بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزئا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرا فبشره بعذاب نذين إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم آذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ونقد آتينا نقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله ولي حميد وإذ قال نقمان لبني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاذاك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من آب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردن فتكون في سخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتبه الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وآموا بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم أمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختان فخور وقصد في مشرك واغضب من صوتك إن أنكر نصوات لصوت الحمير ألم ترون الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطلة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوه إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة دمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبعهم بما يعملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق السماوات ومرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات ومرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر بما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل نسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر لنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا وشيهم موج كالظلل دعوا الله مخصين له الدين فلما نجهوا إلى البرد فمنهم مقتصد وما يجحب بآياتنا لا إلا كل ختال كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شميئا إن وعد الله حق فلا تضرنكم الحياة الدنيا ولا يضرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تبوت إن الله عليم خبير أضرنكم جزء في مطاطعين ترجمة نانسي قنقر